إذن مشاهدين للحديث أكثر عن تقييم الوزراء ينضم معنا الآن مباشرة رئيس مجموعة المورد لدراسات الآلام الأستاذ نجم القصاب أهلا بك في النشرة رئيس سيد نجم يعني بداية دعنا نتحدث من الأسباب التي تؤخر تقييم الوزراء وأيضا تنفيذ الوعود التي قطعها رئيس مجلس الوزراء بدأت تحية لك ولكل متابعيك الكرام أعتقد التأخير معروف يعني أولا الانتخابات التي جرت لمجالس المحافظات لربما أخر بعدم استبدال هذا الوزير أو ذاك الوزير لأن حتى لا تحتسب باستبدال الوزراء هي من صالح هذه الكتلة أو تلك الأمر الثاني السيد السوداني في برنامج الحكومي هو أعطى للوزراء وأعطى مهلة لمدراء العامين والوكلاء لكن إلى هذه اللحظة لم نسمع أن أصبح هناك تغييرا في بعض الوزراء رغم أن بعض الوزراء قد عملوا وقد أنجزوا وقد حققوا إنجازات يعني نتحدث بصراحة لا نستطيع أن نقول كل حكومة السيد السوداني لم تعمل لكن السيد السوداني كشخص هو متابع يمتلك النزع الإصلاحية يستطيع أن يعاقب أن يغير لكن ما زال مكبد من قبل بعض الأحزاب والظروف التي حصلت ووصلت إلى انغلاق السياسي هذا الانغلاق السياسي على المستوى المحلي مرة وعلى المستوى الأقليمي وحتى على المستوى الدولي المشاكل والخلافاتي وحتى الصراعات والحروب لربما هذه أحد الأسباب السبب الأخير أعتقد السوداني أراد أن يعطي فرصة أخيرة يعني بعض الوزراء هم فشلوا هم يعني كبار في السن هم جاءوا بأبناءهم هم جاءوا بالأحزاب التي رشحوهم هؤلاء السيد السوداني قد حذرهم لأن في أغلب الدوائر والوزارات من يتنفد ومن يتسلط هو ابن الوزير أو صديق الوزير أو نسيب الوزير وهذه مشكلة وطامة تواجه المجتمع العراقي بحيث تتحول الوزارة إلى شخص أولا إلى عائلة ثم العائلة إلى شخص وهذا الشخص يتحكم بكل مفاصل الوزارة أو مفاصل الهيئة أنا أتمنى من السيد السوداني أن يقوم بتغيير على الأقل من ثلاثة إلى أربع وزراء الذين تشلوا والذين جعل المواطن يتدمر بحقهم وتدمروا بحق المواطنين بسبب تصريحاتهم أو البروباغندة التي يظهرون فيها في الإعلام يعني مع الأسف أحد الوزراء سوى أمرأ أو رجل يعني 24 ساعة هي تسوق على التوك توك وعلى الفيسبوك وعلى الألستة هذا معيب يعني خصوصا إلا كان وزير لوزارة لأشخاص كبار السين أو مهجرين أو عائزين هذه حقيقة هذا الاستفزاز وهذا الابتزاز ينبغي أن يعالج من قبل قرارات الحكومة أولا بإنذارهم ومعاقبتهم وثانيا باستبدالهم حتى لو كانوا مرشحين من أكبر الأحزاب ومن أكبر الكتل السياسية نجب بالتالي على رأس الكابينة الوزارية السيد السوداني وهو يتحمل كامل المسؤولية المجاملة في مثل هكذا مواضيع في مثل هكذا ملفات بالتالي ستؤدي إلى فشل عام في عمل الحكومة هذه هناك وزراء لديهم ملفات فساد على طاولة النزاهة ولازالوا بنفس الوقت على رأس عملهم في الوزارات يعملون ها شون فسرها يعني أولا الفساد هو موجود يعني في كل الحكومات السابقة وفي كل الدورات الماضية لا نستطيع أن نقول في هذه الحكومة ليس هناك فساد بنفس الوقت هو رئيس الحكومة ليس قاضي هو ليس هو سلطة تشريعية أو رئيس دائرة رقابية هو رئيس حكومة هو يشخص يعني يشخص الفساد ثم يحال يعني اليوم هو أحال محافظ إدياله إلى النزاهة وأحال إلى القضاء بالتالي لا يستطيع أن يقول هذا أصبح لصا يعني بريئا أو متهما أو مدانا هذا من يحدده القضاء لأن هناك في الدستور الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إذن ينبغي علينا المكافحة ومحاسبة ومواجهة الفساد لا بد أن يكون تشارك تضامني من كل الأطراف ليس فقط القبق السياسي فاسدين هناك منظمات مجتمع مدني هناك اتحادات هناك نقابات كثير من كان لا يملك شيء الآن يملكون عشرات مليارات الدنانير هذه حقيقة يجب تنفيذ قانون من أين لك هذا وهذا أقصر طريق لعدم المجاملات وعدم المحابات وفتح ملفات الفاسدين يعني من غير ممكن اليوم شخص في 2009 أو في 2010 هو يسكن إيجار في مجتمع الآن يملك عشرات العقارات وعشرات المولات وعشرات السيارات وكذلك كثير من المسؤولين كانوا لا يملكون شيء قبل 2003 الآن يملكون يعني الشركات ومئات الملايين من الدولارات إذن لا نحتاج إلى تطبيق من أين لك هذا لأننا نعرف من أين لك هذا من السحط الحرام ومن قوت الشعب العراقي ويتفاخرون ويتظاهرون ويتمنطقون بعقول الفقراء المساكين إذن نحتاج إلى جرأة ومحاسبة ومعاقبة نبدأ من رأس الهرم إلى الأدنى أو إلى الأصغر حتى تكون الثقة معززة بين المواطن باتجاه الطبق السياسي على المستوى التشريعي وعلى المستوى التنفيذي نعم سيد نجم الحكومة رفعت منذ البداية شعار مكافحة الفساد التغيير هو من الظواهر الإيجابية المصححة للمسار وهو إجراء وطني لماذا هو غائب في العراق؟ تغيير من الظواهر الإيجابية المصححة للمسار وهو إجراء وطني إذن لماذا هو غائب في العراق؟ يعني المحاصصة يعني أنا بتصوري المحاصصة المقيتة هذا واحد والتخادم المتبادل هذا اثنين والثلاث المجاملات والمحابات ورابعا التدخل الخارجي على المستوى الأقليمي وعلى المستوى الدولي جعل الفساد منهجا ثم قيمة ثم ثم جعل شعارا لأغلب الذين يعني اليوم الكل ترفع شعار هذا من فضل ربي لم نسمع شعارا هذا من فضل الشيطان بينما أغلبهم إن لم يكن كلهم هو أموالهم جاءت من الشيطان لكن يشكرون الرحمن لأنهم سرقوا ولم يحاسبوا أنا أعتقد حكومة السوداني وتحدث بصراحة شخص السوداني هو تبوأ مناصب تنفيذية وتشريعية ومحلية في العمارة وتشريعية في بغداد ليس عليه شواب أو ملاحظات لكن تعلمين اليد الواحدة لا تستطيع تصفق ما لم يكن تضامنا تكون هناك جرأة يكون هناك حسابا وعقابا لكل الذين فسدوا وأفسدوا طيلة السنوات الماضية استغلال الناس مرة طائفية ومرة قومية ومرة حزبية حتى يتغلغلون ويتوسعون ويتنفذون بأموال السحة الحرام أنا أعتقد الفساد لا تستطيع جهة ولا يستطيع شخص مكافحته لأن اليوم الكل تتحدث بالفساد والكل تطالب مكافة الفساد حينما تقترب الحكومة أو يقترب القضاء أو الهيئة النزاهة إلى شخص تكون هناك اتهامات وتكون هناك اعتراضات لأن هذا من هذا المكون وليس من المكون آخر أعتقد الفساد هو السبب ما وصل إليه العراق من تأخر وتخلف وعدم وجود بنت احتية أو تطور أو استثمار لأننا نحتاج إلى محاسبة الكل الذين سرقوا أغلب أموال المجتمع الصاد نجي ممكن سمعت قبل قليل في فيديو واضح لأن نائف فيان دخيل تحدثت بأنه وزارة الهجرة تجيب النازحين بعد توزيع نفط مرشوش على النازحين تجيبهم بالنص بأنه هذا الموجود يعني هذا الموضوع من المفترض أن يتم التعامل حضرتك تتحدث عن حزب السيد السوداني وأهمية متابعة هذه الملفات والوزارات وما يقومون به لكن هناك أمور مقبولة وأمور مرفوضة تماما يعني وزارة الهجرة وهي المعنية الأول بالنازحين جوابهم يعني مو معقول أبد يعني كلنا نعرف النائب بيانده دخيل من النائبات يعني فعلا المثاليات العراقيات التي تتحدث بجرأة والشجاعة بعيدا عن الطائفة أو القومية التي تنتمي إليها وأنا كثير سمعت لها تصريحات بحق وزارة الهجرة ونحن كوكالة وكمجموعة المورد كثير نشرنا مقالات واعتراضات وتقارير وأخبار بحق هذه الوزارة هذه الوزارة هي ينبغي أن تكون من أعلى الهرم إلى أقل وظيفة في هذه الوزارة أن تخدم النازحين المهجرين الذين ظلموا مرتين مرة من الطبق السياسي الذين يتعجرون بهم ومرة من السلطة التنفيذية التي تحكمهم وهنا أقصد الوزارة إذن الوزارة لا نستطيع أن نقول كلها فاسدة ولا نستطيع أن نقول أنها نزيهة هذا من يحدده القضاء العراقي لكن تعلم أن النائب فياندخيل لا تتكلم من فراغ ولا تتكلم من كره وإنما تتكلم بدلائل لأن منطقتها والمدينة التي أوصلتها أن تكون نائب بالتأكيد توصل لها ملفات واعتراضات وسرقات من قوت النازحين وهذا ينبغي أن يؤخذ بكلامها وأن رئيس الوزراء وحتى القضاء وهيئة النزاهة أن تدقق وتحقق وتفتح ملفات وزارة الهجرة والمهجرين لأن البعض منهم موظفين صغار لكن اليوم أصبحوا أثرياء وأغنياء نعم رئيس مجموعة المورد لدراسات الإعلام سيد نجم القصاب شكرا جزيلا لانضمامك معنا ترجمة نانسي قنقر